في الحقيقة هذه التهديدات الغير مسبوقة والتي انطلقت من إيران في الفترة الأخيرة عبر شخصيات مختلفة معظمها قيادات في الحرس الثوري ليست بغريبة فإحنا دائما تعودنا أن تطلق إيران لأنها لا تريد الأمن والاستقرار في المنطقة وتريد أن تفرض سيطرتها وأن تستخدم السياسة التوسعية والتدخلية في الشأن الداخلي لكل الدول العربية بالتأكيد أن قضية الطاقة هي مصدر مهم جدا وهي ترى أن العالم اليوم قلق جدا بشأن إنتاج الطاقة وموارد الطاقة وأمن الطاقة فلذلك هذا الاستهداف ليس بغريبة استهدفت في السابق ناقلات السفن الكبرى بالنسبة للطاقة واستهدفت منشآت في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت واستهدفت خطوط أنابيب فهي دائما تستهدف موانئ التصدير خطوط الأنابيب والمشآت النفطية والوسائل النقل هذا الاسلوب دابت عليه إيران ونحن بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية هذه القضية الأمن الطاقة يعتبر من القضايا الاستراتيجية المهمة التي تحرص عليها المملكة أن توفرها بأقصى درجاتها وحينما تعرضت المملكة للضربة السابقة في مصفات والأرامكو استطاعت بحمد الله بحكم القدرات والإمكانيات الموجودة أن تعيد الإنتاج في فترة قصيرة ولكن الطاقة مسئولية دولية وليست مسئولية دولة واحدة ولذلك من المهم جدا أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته ويوقف إيران عند حدودها إذا لا سمح الله تم تعرض المملكة بأي شكل من الأشكال المملكة أولا قادرة أن تتصدى لهذا العدوان إذا كانت هناك صواريخ أو إطلاقات أو درون هي لديها الإمكانيات والخبرة أن تتصدى ولديها قوات دفاع جوي متميزة ولكن بالتأكيد المملكة لا ترغب في الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران لأن الهدف هو إيجاد الأمن والاستقرار وليس التصعيد في المنطقة حينما طلبت إيران وبوساطها من العراق أن يكون هناك مفاوضات رسمية مباشرة حضرت المملكة وشاركت في خمسة لقاءات في السابق بشكل مباشر حتى يكون هناك مفاهمة حول الأجندة الأمنية والاستخباراتية المهمة بالنسبة للمملكة ولا إيران إيران إذا أرادت أن تعيش بسلام في المنطقة فغى عليها أن تغير من أسلوبها وأن طريقتها وأسلوب التهديد الذي تستخدم لأن هذا لن يسجي نتيجة ولن تقف الدول بكتوفة الأيدي وسوف تحاول أن ترد على أي شيء قد تتعرض لها أمنها واستقرارها